المكان ده يعتبر واحد من أهم وأكبر الألغاز اللي موجودة حاليا على وجه الأرض العالم كله عايز يعرف إيه هو السر اللي مدفون فيه وليه بالرغم من التطور المرعب اللي احنا وصلنا له حتى الآن مفيش حد قادر إنه هو يكتشف المكان ده بشكل كامل ولا حد عارف يقول لنا إيه اللي موجود في بصة إزاي طلعنا على الأمر ولو إنها كسبة وإزاي قدرنا نكتشف حاجات كتير جدا موجودة في الفضاء ومكان موجود على الأرض يسهل الوصول له مفيش ولا مخلوق قادر يوصل له طيب هل المكان ده مثلا بيخفي حقيقة الأرض؟ هل الأرض فعلا مسطحة وإحنا مخدعين بقلنا سنين؟ وصدقنا كسبة كبيرة جدا كانوا بيخدعونا بيها وبيقولوا لنا إن الأرض قروية طب إيه هي حقيقة خريطة الإدريسي والمخلوقات الغريبة والكائنات العجيبة اللي موجودة فيها؟ وإيه هي المخلوقات والكائنات الغريبة اللي كل يوم بتظهر على تيك توك؟ فيديوهات لمخلوقات وكائنات ضخمة وكائناها جاية من عالم آخر وصور وفيديوهات موصقة لناس فعلا قربوا من المنطقة دي وحصدت لهم أحداث غريبة جدا جبال من السلوك بترتفع فجأة أو هيجان غريب في المياه أو تهديد من مجهول بيؤمرهم بالعودة فورا في فيديو اليوم يا صديقي هنحكي عن انتركتك أو موراء الجبل الجليد الضخم انتركتك من حيث الحجم هي القرى الخامسة بين قرات العالم قرى بعرف عنها إن هي شديدة الرياح والجفاف والبروضة وبتبلغ مساحتها خمسة وخمسة من عشر مليون ميل مربع يعني 14 واثنين من عشر مليون كيلو متر مربع لازم تبع عارف وفاهم تأسيم انتركتك لأنها بتنقسم لجزئين المنطقة الأولى عبارة عن هضبة عالية جدا من الجليد السميك أما غرب انتركتك فهي عبارة عن بحيرة جليدية تغطي معظم الجزر بالجليد قرة انتركتك في الأصل هي قرى مليانة بالأسرار الغريبة والمرعبة أسرار يا صديقي ما يعرفهاش زرفاء معينة بس من الناس ولكنهم طول الوقت بيحاولوا منهم يخفوها عن العالم أو بمعنى آخر بيوروك بس الجزء اللي هم عايزين اكتشوفه كشف العلماء عن إحدى الأسرار الغامضة لقارة انتركتك القطبية الجنوبية وقالوا إن سر القارة الغامضة بيرجع لملايين السنين انتركتك كانت غابة مستنقعات معتدلة وبيعيش فيها الديناصورات من حوالي 90 مليون سنة وده تم اكتشافه بعد تحليل الباحثين لعينات التربة القديمة واكتشفوا أيضا إن انتركتك في العصر التباشيري كانت شديدة الدفت فريق دول من الباحثين بدأ بتحليل قطعة كبيرة من التربة تم انتشالها من قاع المحيط لبحر أميدسون في فبراير 2017 ولكن يا صديقي بعد تحليل التربة كان العلماء في حالة زهول شديد لأنهم اكتشفوا إن عينات التربة كانت من غابة مطرية قديمة وإنها ما كانتش من قاع البحر القديم ولا حاجة بمعنى آخر اللي أنا عايز أوصله لك إن المنطقة دي كانت منطقة غابات وكان فعلا فيها حياة وإن هي يا صديقي في الآخر بش هتطلع منطقة جلدية ولا حاجة زي ما هم عايزين يفهمونا لما حاولوا العلماء إن هم يكتشفوا نوع الحياة اللي كانت موجودة في هذه التربة الغريبة وجدوا شبكات ضخمة جدا من الجزور المتحجرة وعدد مرهب من اللقاحات والجراصيم اللي غالبا كده مش عارفين عنها أي معلومات في عالمنا الحالي كمان وجدوا أكتر من 65 نوع من الحيوانات والنباتات والحفريات الغامضة كهينات غريبة تشبه الحيوانات والطيور ولكن أحجامها مختلفة تماما عن الطيور اللي بتعيش في عالمنا دلوقتي ممكن يكون بيدور في ذهنك سؤال مهم جدا ماذا يوجد خلف الجبل الجليد الضخم هل في بشر؟ هل في حياة؟ والصادم يا صديق إن الجواب فعلا نعم بالفعل في بشر بيعيش خلف الجدار الجليد الضخم مجموعة من العلماء والباحثين بيعيشوا في مستوطنات بشرية ومسموح لفئة معينة فقط من العلماء والباحثين الدخول لهذه المستوطنات أما بالنسبة للمحيطات المحيطة بإنتر كاتيكا فتعتبر مسكن لأضخم أنواع الحيطان على الأرض والمكان المثالي للبطاريك طيب مين هم العلماء اللي بيدخلوا المكان ده؟ وليه بس هم اللي مسموح لهم إن هم يدخلوه؟ في 1 ديسمبر 1959 في واشنطن تم توقيع معاهدات بين 12 دولة بتنص المعاهدة على الحفاظ على المصالح والعلاقات بين دول العالم وقارة إنتر كاتيكا بعتبار إنتر كاتيكا هي القرى الوحيدة اللي ملهي السكان أصليين بيعيشوا فيها وقالوا إن إنتر كاتيكا هي مكان للبحث العلمي فقط ومن أحكام وجروط المعاهدة الهمة كانت كالتالي أولا يجب استخدام القرى القطبية الجنوبية للأغراض السلمية فقط ثانيا ستستمر حرية البحث في إنتر كاتيكا للعلماء المسموح لهم بالدخول وستتعاون الدول من أجل تحقيق ذلك ثالثا سيتم تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها من القرى القطبية الجنوبية بين الدول مجانا رابعا لتعزيز الأهداف واحترام أحكام المعاهدة جميع مناطق إنتر كاتيكا بما في ذلك جميع المحطات والمنشآت والمعدات داخل تلك المناطق ستكون مفتوحة للتفتيش والبحث في جميع الأوقات وهي ملك للقرى دلوقتي يا صديق انت عرفت بعض المعلومات الهامة والمواصقة عن إنتر كاتيكا ولكن برضو هيفضل السؤال يتكرر ويتردد في مخك يا ترى اي هو اللي موجود جواب الزب وليه ما فيش حد بيصور المكان ده تصوير كامل ويتم نشر الصور دي على جميع معاقع التواصل الاجتماعي زي ما بيحصل في أي مكان ليه كل حاجة بتحصل جواه ما زالت سرية حتى الآن وللمكان ده لسه خطير وبش أي حد يقدر يدخله وهنا صديقها هنروح لأكتر جزئية ممتعة في فيديو اليوم وهنتكلم عن الرحلة الخطيرة جدا اللي وصقها ريتشارد بيرد الرحلة اللي ريتشارد كشف فيها الغاز كتير جدا وعرفنا ايه بالضبط اللي موجود خلف الصور الجليد الضخم في إنتر كاتيكا ريتشارد بيرد كان في مقابلة في سي بي اس الامريكية كان بين عليه القلق والتوتر وكلامه كان غير واضح وكأنها بتخفي حقيقة أو بتحمل رسالة معينة بيتم توجهها للعالم كله رسالة من الرسائل الخفية اللي محتاجين نداء فيها كويس ونفهمها قال إن عالمنا الحالي قد تقلص كثيرا بعد اكتشاف ما وراء الجبل الجليدي مساحة كبيرة جدا وضخمة من الأراضي اللي لو قرنتها بالمساحة اللي احنا عايشين فيها على الأرض هتكتشف أن الأرض فعلا صغيرة جدا كشف بيردع مساحة أرضية ضخمة موجودة فوقها ضبة ضخمة بترتفع عن سطح الماء المساحة الأرضية دي مليئة بالموارد الطبيعية خصوصا اليورانيوم والفحم والنفط مواد بكميات مرعبة ممكن تسد احتياج العالم كله لمدة قرن كامل قدام بيرد بيقول في مقابلته إنه شاف وراء الجبل الجليدي مساحة ضخمة من الأراضي بتعادل مساحتها أمريكا وفرنسا وكلها كانت على مرم البصر والمريف في الأمر إنه كان بيقول إن الأماكن اللي هو شافها دي ما كانتش أماكن جليدية بل إنها كانت أماكن معتادلة الحرارة يصلح لعيش فيها فهل فعلا في سكان أو مخلوقات ضخمة بيعيشوا في هذه المنطقة الغريبة ما نعرفش عنهم أي حاجة الجواب يا صديقي حسب كلام بيرد إن المناطق دي ما زالت مهجورة حتى الآن ما نزلش عليها قدم بشرية وحدة الأقصر رعبا بقى إن المقابلة الكابلة بتاع بيرد مش موجودة حاليا في أي مكان وما تقدرش تحصل على كل المعلومات اللي هو ألها وكأن في جهة معينة يا صديقي هي لليها مصلحة إن كل المعلومات دي تختفي تماما المعلومات اللي قالها بيرد حسب كلام أمانديو في كتاب عوالم ما بعض الأقطاب هي معلومات فعلا أغرب مما تتخيل فكلامه فعلا يا صديقي يخليك تنظر إلى الأرض منظرة مختلفة تماما ولو كنت بتتساءل حتى الآن هي الأرض مسطحة ولا قروية فالكلام اللي جاي ممكن تلاقي في الإجابة ولكن ركز كويس الكلام اللي أنا بقوله لك دلوقتي هو كلام موجود في الكتاب كتاب عوالم ما بعض الأقطاب ده بش كلامي أنا بش كلام أنا اللي مخترعه ولا بحاول أقنعك به عشان بس أصحاب الرأس المربع ما يعودوش يصيحوا تحت في الكومنتات بيقول في كتابه إن الأرض الضخمة اللي بنايش فيها بش مجرد كرة أو زر الطراب قروية في الفضاء زي ما بنتوقع بل إن الأرض هي المركز الأساسي لكل شيء بالرغم من أهمية الأرض إلى إنها تعتبر مساحة ضئيلة فقط من الكون وما نقدرش نكتشف أي حاجة خارج حدودها وفي أراضي كتير ممتدة خارج حدود الأرض والإنسان مستحيل يوصل لها مهما حصل فالكون اللي إحنا عايشين فيه بيتكون من الأرض والأكسجين والنباتات والحيوانات والمياه ولو حاولت بأي شكل من الأشكال الخروج من هذه المساحة الكونية اللي مسموح لك بيها فالأمر يعتبر شبه مستحيل لإن في قبة ضخمة بتحيط بالأرض من المستحيل إن الإنسان يعبر من خلالها أو يخترقها طيب أنا دلوقتي إيه اللي يكبرني إن أنا أصدق كلام الناس دي؟ هل هي الكلام اللي بيتقال ده كلام موصوق أو مثلا مذكور في القرآن؟ هل في حاجة في القرآن بتقول إن الأرض حواليها قبة ضخمة جدا مستحيل أي حد يقدر إن هو يخرج منها؟ الحقيقة يا صديقي أنا ما أقدرشي أبدا إن أنا جاوبك جواب صريح في النقطة دي ولكن أقدر أقولك إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا معشر الجن والإنسان استطعتم أن تنفزوا من أكتر السماوات والأرض فنفزوا لا تنفزوا إلا بسلطان كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأرض بالفعل محطة بأكتر الإنسان مستحيل يخرج منها إلا بأمر من ربنا سبحانه وتعالى والآية دي تعتبر إثبته دليل قوي بيؤكد إن فعلا مفيش أي مخلوق يقدر يخرج من الأكتر دي حتى لو كان جن أو إنس إدوارد هندري في كتابه الكسبة العظيمة عن الأرض كان بيتكلم عن أكبر كسبة في تاريخ البشرية حسب ما هو بيقول ركز معي كويس أنا بقولك حسب ما هو بيقول والكسبة هي إن هم قدروا يقنعون إن فعلا الأرض قروية مش مسطحة قروية الأرض كسبة كبيرة المدارس وجميع المناهج بتحاول تخدعنا بيها وبيتم تعليم أطفالكم وأولادكم أمور محرفة عن الكون بل علم أثبت إن الأرض سبتة والشمس هي اللي بتدوره وبتتحرك حول الأرض ده كان كلامه ولكن لو رجعنا للقرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى هلأ إن الموضوع فعلا محتاج مننا كده وقفة نعود فيها نحلل ونفكر ربنا بيقول وإلى الأرض كيف سطحت في صورة الغاشية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءة هل يا صديقي عمرك شفت في يوم من الأيام مثلا فراش مكور؟ يعني هل مثلا ممكن أقولك في يوم من الأيام خد فريشلي المفرش ده فأنت تقوم عملهولي على شكل كورة؟ طيب لو جينا لكلمة سطحت هل أنت عمرك في حياتك شفت السطح قروي؟ طيب لو جينا للآية اللي بتقول والله جعل لكم الأرض بساطة والأرض مددناها وألقينا فيها رواصية لازم تبع عارف إن الجبل على الأرض هدفها هو تثبيت الأرض يعني الجبل ده وظفت إنه هو يحافظ على توازن الأرض هل تقدر إن انت تثبيتها بأربع كتل مثلا من فوق ومن تحت؟ لذلك يا صديقي عشان تثبيت الكرة دي فلازم تفريشها كده وتثبيت من الجوانب الأربعة ده التفكير المنطقي والطريقة الوحيدة لتثبيت الكرة بشوية الأجسام الكبيرة دي أيوة يعني انت دلوقتي بتحاول تثبيت لي إن الأرض مسطحة بش قروية؟ معاذ الله يا صديقي أنا لا عايز أثبيت لك ولا عايزك تقتنع أنا عايزك بس كده تقعد مع نفسك تاخد وتدي وتفكر في الموضوع وتشوف الأدلة اللي موجودة في القرآن وتقارنها بكلام الناس والعلماء يعني خد شوية من الدين حطهم مع شوية من العلم أعمل خليط كده وشوف هتوصل لإيه في النهاية الكلام اللي أنا بتكلم معك دلوقتي فيه ده بش كلام سهل ده كلام اختلف فيه علماء وناس كتير جدا بتختلف فيه من مئات السنين خصوصا يا صديقي إن احنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لما بنرجع للقرآن الكريم بنلاقي مليون مفسر وكل مفسر عنده رأيه كل واحد دلوقتي عايش بدماغه بياخد الآية يحللها ويفهمها زي ما هو عايز كل شخص بيحاول إنه هو يوجه الناس لفكرة معينة وبيستغل الدين أشد استغلال لذلك خلي عندك انت عقل يوزن الأمور وفكر كويس قبل ما تصدق أي معلومة حتى لو المعلومة دي أنا اللي قاعد بقولها لك وبقولك دي معلومة مؤكدة فكر فيها ودور فيها مليون مرة في القرآن الكتبية الجنوبية ظهر اكتشاف غريب جدا بيؤكد فعلا وجود حضارة وحياة موجودة هل الهرم الجليد الضخم ده بنى نفسه بنفسه ولا فعلا كان في حضارة موجودة في المكان ده سنة 1956 كان مواد رحلة بيرد الأخيرة لإنتركاتيكا واللي أطلق عليها اسم التجميد العميق الرحلة دي تعتبر أغرب رحلة لبيرد في جميع رحلاته لأن الرحلة دي كانت وكأنها حرب عالمية أخرى بتضم مجموعة من الطائرات الحربية والأسلحة والجنود وبعض العلماء ولما تسألوا عن أهداف الرحلة دي قالوا إنها كانت مجرد رحلة استكشافية فإزاي انت رايح رحلة استكشافية بكمية الجنود والطائرات والأسلحة دي الجواب كان غير منطقي بالمرة وفعلا يدعو إلى الشكل وده يا صديقي ما زال واحد من أهم الألغاز الغريبة اللي محدش عارف عنها حاجة حتى الآن المعلومات والكلام اللي بنحكي عنه حاليا هي معلومات بالفعل موسقة كلام موجود فعلا تقدر تخشه وتبحث وتتأكد منه بنفسك ولكن يا صديقي ده بش معناه إن أنا بدعوك دلوقتي إن انت تصدق كل كلمة الناس دي بتقولها لو عايز تعرف حياة أي شيء فارجع بنفسك لكتاب واحد وهو القرآن الكريم اللي هيعرفك الحقيقة كاملة الهدف من اللي أنا بقوله لك دلوقتي هو إنك تبحث وتدور وتفكر بنفسك ولكن لو حبيت إن انت توصل للحقيقة في يوم من الأيام فابعد تماما عن فيديوهات تيك توك جمهور تيك توك حرفيا مجانين قادرين على خلق ترند من العدم وأعتقد إن أغلبكم شاف الترند الغريب بتاع طائر الكلاوات هذا الطائر الأبيض الضخم الغريب اللي بيقال عنه هيظهر في سنة 2027 الترند ده للأسف الشديد استمر لأسابيع بل لأشهر طويلة وكان الترند رقم واحد لفترة طويلة من الوقت وصدقوا ناس كتير جدا أغلب الناس اللي اقتنعوا مصدقهم كانوا للأسف من الناس اللي علمها قليل شوية أو الأطفال المساكين اللي تولده في زمن كله كسب وخرافات ما بقوش قادرين يميزوا بين الواقع والخيال فيديوهات الطائر دي كانت فيديوهات نشرها حساب يدعى درافيكس حساب بيعمل مجموعة من المخلوقات بالزكاء الاصطناعي وينشرها على تيك توك وكأنها مخلوقات حقيقة عشان يضرب واحد من الكائنات دي معه في الترند ويتحول هذا الكائن الأسطوري الغريب لكائن حقيقي الناس فعلا أعدى مستنياه الموضوع استمر لعدة أشهر لحد ما وصل مصر فتحول لأضحوكة وتسمى الطائر دي بطائر الكلاوات وبدأت الناس تعمل فيديوهات غريبة جدا مضحقة عليه بتتريق على الناس اللي مصدقات ترند الحقيقة صديق إن فيه معلومات كتير جدا خطيرة لسه ما تكلمناش عنها وملفات ما تفتحتش خالص في فيديو اليوم على سبيل المثال ما تكلمناش عن هتلر والقاعدة العسكرية السرية اللي كانت موجودة في انتركاتيكا الخاصة بيه بالجيش الألماني ما تكلمناش عن الشخصيات الهمة ورؤساء الدول اللي بيتم تزييف خبر موتهم وبيروح يعيشوا في انتركاتيكا وما تكلمناش عن مخازن اللقاحات والحبوب اللي موجودة هناك في حالة انتهاء الحياة على كوكب الأرض أسرار وكصص وحكايات كتير هنحكي عنها بالتفصيل الفترة اللي جاية ولو وصلت معي لنهاية الفيديو يا صديق فشكرا على وقتك الغالي والسمين أتمنى أن انت تكون فعلا استمتعت واستفد ما تنساش أن انت تضغط لايك للفيديو وتجيب صديقك المقرب يتفرج معك على الفيديو طبعا برد على أغلب الكومنتات الجميلة أما أصحاب الرأس المربع فهم عارفين ردهم كويس ببقى عامل إزاي لو عندك أي استفسار أو أي حاجة حابب تقولها لي فما أوقع توصل لاجتماعي بتاعتي كلها تحت في الديسكريبشن وتأكد أن انت مشترك في القناة لو حابب أن انت تشوفنا مرة تانية أو حبيت المحتوى اللي احنا بنقدمه أنا أخوك عمار محمد وخب بلك من نفسك وخليك في أمان لحد ما نشوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد والسلام